دخلت الباك احتفال يقوم به التلاميذ في معظم المعاهد على الأراضي التونسية قبل الامتحانات حيث يقوم الطلاب برفع شعارات ورسومات سياسية واجتماعية محلية أو عالمية على يافطات عملاقة بهذه الطريقة يعبر الطلاب عن آرائهم ويوصلون رسائلهم إلى المعنيين بطريقة فنية ومبتكرة نتعرف على المزيد مع الزميلة رانيال دريدي التي تطلعنا على أبرز الأحداث والشعارات التي استلهم منها الطلاب دخلة الباك الخاصة بهم امتحانات الباكالوريا في تونس والثانوية العامة كما تسمى في دول أخرى هي محطة مهمة في تاريخ كل تلميذ تبدأ عادة باختبارات الرياضة أو ما تعرف باسمها الفرنسي باكسبور في كل عام ما بين شهرين مارس وأفريل تتزين جدران المعاهد الثانوية بلافتات وجدريات معلنة بدأ السباق نحو المرحلة الجامعية وهو ما يسمى بدخلة الباكسبور لكن هذه العادة السنوية المميزة أخذت منحا وطابعا آخر بعد ثورة 2011 وأصبحت محطة يكشف فيها تلاميذ سنة النهائية عن رؤيتهم لواقعهم في أبعاده السياسية والاجتماعية والفكرية تتم الدخلة في ساحة المعهد وتتمثل العملية في تحضير جدرية كبيرة تصل أحيانا إلى 400 متر مربع تحمل هذه الصورة أو الشعار أو المقولة رسالة ما تعكس أفكار القائمين عليها من التلاميذ في هذه السنة وبالتحديد لوحظ على غير العادة انفراد تلاميذ البكالوريا برسائل كانت محملة بهموم السياسة والمجتمع وشواغ الشباب هذه الرسائل خطبت السياسيين بطريقة اعتبرها كثيرون حضارية ثقافية وفنية وعكست وعي تلميذ التونسي الذي لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره وإدراكه لما يدور من حوله من أوضاع سياسية واجتماعية وحتى اقتصادية أعرض هنا بعضا من هذه اللافتات التي شدت الانتباه والبداية مع معهد حمد السوق بجربة حيث عرضت صورة كبيرة جمعت كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس حركة النهضة رشد الغنوشي ورئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسى وهم منشغلون بانتخابات هذه السنة محاطين بكل الأزمات التي تعاني منها البلاد تلميذ معهد المنزه السادس بضواحي العاصمة تونس ندد في جدريتهم بما اعتبروه عدم اكتراث البرلمانيين بمشاغل الشعب وهو ما تجزت في غيابهم المتكرر عن مداولات البرلمان حتى ألف التونسيون رؤية مجلس النواب فارغا معاهد أخرى خصصت لفتاتها للجوانب الإنسانية دون إخفال السياسة واهتمت بالفاجعة التي هزت الرأي العام على إثر وفاة 12 رضيعا في إحدى المستشفيات التونسية وتمثلت تلك الجدريات في رسائل تضامنية لأسر الضحايا مع إشارات واضحة للوضع السياسي والاجتماعي التونسية في سوسة تجاوز البعد الإنساني والتضامني حدود الوطن حيث قام تلاميذ معهد انفيذة بعرض لافتة على جدار المعهد تذكر بالمجزر المروعة والهجوم الإرهابي الذي تعرض له مسلمون يوزيلندا مؤخرا وأصفر عن سقوط خمسين قتيلا ونبقى في سوسة حيث عرض تلاميذ أحد المعاهد يافتة تحمل أكثر من معنى كتب عليها الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة القضية الفلسطينية نالت حظها أيضا هذا العام في مختلف المعاهد التونسية وندتت أكثر من جدارية بما يسمى بصفقة القرن والاعتداءات المتواصلة التي يتعرض إليها الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي تختلف رؤى وأفكار وتطلعات التلاميذ من معهد إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى ومعها تتنوع الجداريات واليافتات وتختلف شعاراتها وإحاءاتها في مشهد فولوكلوري جميل ورسائل تحمل همومة الميذ التونسي وانشغاله بالقضايا الوطنية والدولية منسجما في عرسه هذا مع هدفه الشخصي وهو النجاح والوصول إلى الجامعة ينضم إلينا من تونس عبدالستار الصحباني أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية مساء الخير أستاذ عبدالستار إذن اتخذت الدخلة المتعلقة بالباكسبوغ في تونس أبعاد أخرى وأشكال مختلفة في السنوات الأخيرة هل السبب يعود مباشرة إلى الثورة أم أن هناك تضافر مجموعة من الظروف والمستجدات المتغيرات إن كان في المنطقة أو في العالم شكرا أولا على الاستضافة دخلة الباكسبوغ هذه السنة تتزامن في هذه الفترة بالذات دعني أولا أشير إلى مفهوم الدخلة ماذا نعني بالدخلة تقليديا في تونس الدخلة هي ليلة الزفاف يعني ليلة دخول الزوج على زوجته هذا معنى أول ثم كيف تحول هذا المفهوم الدخلة إلى الملاعب الرياضية يعني دخلة الفريق الرياضي وكيف سيستقبله الجمهور ثم تحول هذا المفهوم إلى الباكسبور وأصبحت تقريبا سنويا تقام تقوس محددة معينة لها علاقة بالدخلة هذا في مستوى المفهوم وكيف تطورها من مفهوم الزواج إلى مفهوم الملعب إلى مفهوم المعادة أولا ثانيا إذا أردنا أن تحدث عن دخلة الباكسبور فأنت قمت بدراسة حول الموضوع فأن كل أشكالها هي أشكال احتجاجية والدخلة كانت لها على الأقل ثلاثة مراحل المرحلة الأولى مرحلة ما قبل الثورة وكانت الدخلة في العموم محدودة جدا وذلك لهيمنت الأمن على الشارع وهيمنت أيضا الإدارة على المعاهد بعد الثورة تحرر الشارع وتحرر المعهد الثانوية أي تحرر التلميذ وأصبح بإمكان التلميذ المشاركة في هذه الدخلة وكانت الدخلة في السنوات الأولى على الأقل خمسة ست سنوات بعد الثورة كانت عنيفة وعنيفة جدا وفي كل عام تقريبا كنا نسجل بوتى وموجهات وكانت توقف حركة المرور المعطى المهم الهام في السنتين الأخيرتين هو كيف يتدخل الأساتذة وأؤكدوا على الأساتذة والإدارة وإدارة المعهد لتأثير الطلبة في الدخلة لذلك لم تعد الدخلة عنيفة بنفس الشكل الذي كانت عليه في النسبة للسنة هذه لحظنا وفاة تلميذ وتلميذة وهذا شيء كبير سنناخش موضوع الأساتذة ودخلهم بموضوع الدخلة بكل تأكيد لكن أود أن أسألك بالبداية وشكرا جزيلا لك أنك شرحت معنى الدخلة لأن الدخلة أيضا بالعالم العربي هي مرتبطة بالزواج وليس بأي شيء آخر بعد ثورة يناير كما تفضلت عكست اللافتات التي يحملها الطلاب وعيا سياسيا وبيئيا واجتماعيا وفنيا يعني لافتا كيف تشكل الوعي السياسي والاجتماعي لدى هذا الجيل الذي لم يشهد سوى رئيسا واحدا للبلاد شكرا لهذا السؤال أولا حين رفعت شعارات الثورة والشعار الأساسي للثورة كان شعار الحرية والكرامة شعار الحرية والكرامة والشعار يعني الحرية والكرامة ومحور هذا الشعار هو الشباب يعني هل يمكن أن تحدث عن حرية في ظل بطالة يعني 350 ألف عامل شهادة جامعية عاطل عن العمل هل يمكن أن نتحدث عن كرامة في ظل أوضاع سياسية تقصي بشكل كل الشباب يعني الانتخابات الأخيرة بتاع 2014 بيّنت أن تقريبا 9% من الشباب التونسيين شاركوا في هذه الانتخابات يعني أن الحقل السياسي الحقل السياسي لا يتوفرون عليه وهو محكوم بقواء أخرى لذلك ولهذه الأسباب أعتقدوا هي أسباب أساسية ورئيسية لم يجد هؤلاء الشباب لا مكانا في الأحزاب السياسية لا في البرامج السياسية لا في المجتمع السياسي وبشكل خاص أيضا لو تشاهدين القناوات التلفزية التونسية فإنك ستلاحظين بكل أسف حضور متدني ومتدني ومتدني جدا لأشباب إذن إذا كان الشباب محروم من كل الفضاءات العامة يعني الفضاءات السياسية والفضاءات الإعلامية فإنه انخرط واستثمر الشارع ودخل إلى الشارع يعني هذا أن الشباب التونسي على عكس ما يعتقده العديد وعلى عكس ما يعتقده البعض الشباب التونسي هو شباب مسيس ولكنه شباب غير محزب أي أنه يمارس السياسة ولا ينتمي إلى أحزاب سياسية وعلى المجتمع السياسي أن يعي هذه المعطية عندما تتحدث سيد عبدالستار عن تدخل الأساتذة في الدخلة وعن محاولتهم السيطرة على الطلاب يعني أليس هناك من خوف أن يعاد تعاد محاولات تدجين هذا الجيل خاصة وأنه معلوم أن الجيل الأساتذة هو الجيل نفسه ربما الذي كان يعني يمارس هذا النوع من التدجين قبل الثورة إن كان في تونس أو في العالم العربي عموما فلماذا هذه المحاولات اليوم يعني إذا كنا بش نشوفوا الشباب بش نشوفوا تدخل الإدارة أنا في اعتقادي أن تدخل الأساتذة هو تدخل إيجابي وإيجابي جدا من أجل عدم انحراف الدخلة إلى العنف هذا معطى أول وهو معطى أساسي المعطى الثاني لم يعد كما كان في السابق بإمكان الإدارة المدرسية تدجين التلابذة هذا معطى مهم جدا المعطى الثالث هو أن الأساتذة هذه السنة والسنة الفارطة بشكل خاص كانوا في حركة هم الآخرين في شكل احتجاج وهذه معطيات مهمة جدا لكن أعتقد أن العامل الأساسي هو أن هذه الدخلة أو دخلت الباكسبور ومن حسن حظنا لم تستثمر لم تستثمر في شكل كبير من طرف الأحزاب السياسية وهذا مهم جدا دعني أقول لك أن قمنا بدراسة ميدانية حول هذه المسألة فأن التلاميذ هم الذين يقومون بتنظيم الدخلة هم الذين يمولون الدخلة هم الذين يوفرون الشعارات الدخلة هم الذين يحددون مسارات الدخلة يعني كل ما له علاقة بالدخلة هو من فعل التلاميذ تدخل الأساتذة هو للتأثير لغير المسألة الأخرى هو أن اليوم تنتهي الدخلة غدا ينخرط التلاميذ في أعداد للباكالوريا البيضاء استعدادا لامتحانة الباكالوريا نعم يعني هذا مسألة مهمة المهم هو أن الدخلة ومسألة الدخلة مرتبطة بشكل احتجاجي الشباب في توس يحتج بشكل كبير جدا على المجتمع السياسي ووجد في الجرافيتي ووجد في الدخلة إليات للتعبير عن هذه الاحتجاجات وهذه من المسألة التي يجب علينا أن نأخذها عن الاعتبار نعم أستاذ عبدالستار الصحباني أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية شكرا جزيلا لك نتوقف مع عينا من الآراء ونستمع إلى ما يبدونه حول دخلة الباك ثم نعود هو الباك سبور في حال ذات ولا الباك في حال ذات وفرح للأول والي وفرح للتلميذ بالنسبة للباك سبور أنا نفرح للتلميذ أما ليه كتبه منظمة صحة وفرح أما صغيرات خارجين من الشباب كنتعي الكراهب وحواد ثلاث وطاق ما صيرها مش وبعي نتمنى أنه كل التلميذ يفرح باك سبور يعمل دخلة أما في نتاق محدود لا فلام لا الأمور هذه كلها تخلي فالك تزاكس دون كل ما طبينا بالنسبة للإحتفالات باك سبور عجبتني درنيورمون فهم دخلة الباك سبور في القصرين بالملابس تقليدية ووحد أخرى في سبيتلا بالإحتفاء بالمعالمين بالمعالمين والله بالنسبة للإحتفالات الباك سبور والشعرات اللي قادة من الدولة يعني خارج على السياق نحسها اللي اللي نرم الموت تكون يعني فيها فرحة متاع قرايا متاع احتفالات يعني بسانة دراسية والله احتفالات باياها كل واحد عنده مساجي حاب يوصله فهم مساجات للحكومة فهم مساجات المعيشة فهم مساجات البرشحاجات معنى المهم معنى إن شاء الله ينجحوا فقرياته وكهو كيما حاجاتها كيما معنى مساجات ويحد يشجع معنى مش كيما عنه في الحكايات وينضم إلينا من تونس أيضا ريان بوعجاجة صاحب موقع ليسيان أهلا وسهلا فيك ريان إذن ريان سؤال أول ما الذي دفع بوزارة التربية إلى إصدار مذكرة داخلية في الرابع والعشرين من آذار مارس الماضي لمنع دخلة البكسبور أولا شكرا على هذه الاستضافة ممكن من أهم الأسباب التي دفعت وزارة التربية لإصدار مذكرة لمنع دخلة البكسبور هي بعض التجاوزات التي حصلت في السنوات الماضية أو ربما هناك بعض المشاكل والحوادث التي انجرت عن احتفالات البكسبور ربما تبقى هذه الإشكالات معزولة وغالب الاحتفالات في المعاهد تتم بصفة سلمية وتتم في أجواء من الفرحة للتلاميذ ولكن ربما ما يدفع الوزارة إلى إصدار مثل هذه المناشير خوفهم من عدم تأطير مثل هذه الاحتفالات أو خوفهم من الحوادث التي ممكن أن تتسبب فيها نعم ريان ناقشنا في القسم الأول من هذه الحلقة أو هذه الفقرة موضوع بشكل عام بدي ناقش معك أيضا أنه في المقابل رصدت مجموعة من الصور التي وصفت بالخطيرة في المجتمع التونسي كرفع أعلام القاعدة وصور أسامة بن لادن حتى صور هتلر رفعت هذا مؤشر خطير برأيك وجوهري وعميق أم أنه بعد الكبت الذي عانىه الطالب التونسي لخلال عقود طويلة يعني جعله يتمرد يريد أن يتمرد على كل شيء على كل الخطوط الحمراء كيف تشوف هذه الظاهرة؟ أولا أود الإشارة إلى أن هذه السنة لا يوجد عدة تجاوزات حسب ما رأيت في دخلات الباكسبور مثل ما أشرت إلى رفع صور باللادن أو القاعدة أو صور هتلر ربما كانت هذه الدخلات طاغية أساسا في السنوات الماضية النقطة الثانية دخلت الباكسبور سنة بعد سنة منذ الثورة التونسية أصبحت هي المتنفس الأول للتلاميذ التونسيين للتعبير على رأيهم ولنقل وعيهم وللتعبير عن رغبتهم في الحرية ونقد مواضيع سياسية واجتماعية مثل ما رأينا نقد لقضية الفساد في الدولة التونسية رأينا أيضا بالطبع القضية الفلسطينية ورأينا تضامنا مع عدة قضايا إنسانية عادلة مثل قضية الحادثة إرهابية في نيوزيلندا نعم ريان جيل الثورة في تونس كما في العالم العربي عموما عانى من التهميش لسنوات طويلة يعني ليس فقط من الأنظمة العربية بل من المجتمع ومن ديناسورات الثقافة والفكر كان يوصف بأنه جيل فارغ وجاهل وقليل الوعي كونه جيل طبعا لم يعي انقلابات سياسية ولا أحزاب ولا من يحزنون يعني جيل لم يشهد لا هزائم ولا انتصارات هل هو اليوم إعادة اعتبار أيضا لهذا الجيل وللطلاب التونسيين نعم في الحقيقة كل الهزائم وكل انتصارات نحن عشناها منذ الثورات الربيع العربي والشباب التونسي وشباب العربي نحن شأنا في ظل هذه الثورة وفي ظل كل هذه التغيرات السياسية والاجتماعية يعني تكون لنا وعي ثوري وتكون لنا وعي بالقضايا التي تهم البلاد وتهم كل شؤوننا الاجتماعية دخلة البكسبور هي أفضل مثال للتعبير عن هذه الآراء التي يحملها الشباب ربما يقولون شباب تونس وشباب الوطن العربي مهمش وفارغ فكريا ولا يحملوا أفكار ولا يستطيع النقد ولكن قد رأينا عكس هذا في دخلات البكسبور هناك دخلات على جانب كبير من الوعي بقضايا تونس الشباب يعالجون هذه القضايا باحترافية كبيرة رأيناها من خلال التنظيم للدخلات من خلال أيضا الإمكانيات الكبيرة التي رصدوها لإنجاز دخلات البكسبور هذا أفضل مثال ربما يوجهه تلميذ التونسيون إلى السلطة إلى الجميع نحن هنا هذا هو متنفسنا للتعبير عن آرائنا ونحن جيل المستقبل ونحن جيل الغد وهذه البداية وما زال نعم ريان جميل هذا الكلام سأسألك سؤال سألت لضيفي عبدالستار السحباني قبل قليل أين تشكل وعي جيل الثورة وجيلك الوعي السياسي يعني أنتم جيل لم تعيشوا إلا في ظل رئيس واحد لم تعرفوا سوى رئيسا واحدا للبلاد وسلطة مطلقة أين تشكل وعيكم السياسي ريان هل تسمعني؟ ما عم بسمع صوت ريان هو عم بسمعنا ريان عم بقول سأعيد عليك سؤال سألت لضيفي عبدالستار السحباني أين تشكل الوعي السياسي لدى جيل الثورة في تونس وهو لم يشهد ولم يعيش إلا في ظل رئيس واحد للبلاد وسلطة مطلقة في الحقيقة سبع أو ثمان سنوات من الثورة كانت ربما كافية لتشكيل مشهد إعلامي وسياسي يحتوي كل الشباب التونسي ويكونوا لهم فكرة على المسار السياسي في البلاد وكون لهم أيضا روحا نقدية بتتيل أزمات التي عاشتها تونس ومن خلال وسائل الإعلام ومن خلال متابعتهم لحديث المفكرين وربما يمكن نحن نؤكد أن التلاميذ التونسيين بشكل كبير لا يقرؤون الصحف لا يقرؤون المقالات ولكن أظن أن هذا الوعي الكبير قاتن خصوصا من وسائل التواصل الاجتماعي فهي المتنفس الأول وحيد لهم من خلال الفيسبوك ومن هناك انطلقت الثورة ومن هناك تتواصل مسيرة الشباب التونسي للتعبير عن آرائهم ومن هناك يستمدون كل الأفكار التي يوفرونها في دخلات الباكسبور وغيرها نعم ريان هل تشعر أن أيضا جيل الثورة خلال السنوات الماضية نجح بخلق هوية خاصة به مستقلة ومعزولة عن أي هوية أخرى نعم ولكن يبقى هذا دائما بشكل نسبي نعم نقول أنه جيل الثورة وهو جيل التغيير ربما لا نشهد مثل هذه الآراء التي يعبرون عنها إلا في دخلات الباكسبور ولكن يبقى كما قلت هذا نسبيا في مختلف المناسبات الأخرى مثلا في عيد الثورة في مختلف المناسبات الوطنية نجد أن الشباب لا يحملوا ذلك الأمل الذي نتصوره عن الثورة وعن المستقبل المشرق لتونس وربما هذا بسبب عدم مشاركته الكافية في الحياة السياسية والاجتماعية فرغم الأمل يبقى هذا الأمل نسبي ولا زال الطموحات الشباب التونسي لم تزال كما نأمن نعم ريان بوعجاجي صاحب موقع عالي سيان شكرا جزيلا لك فاصل قصير ونتابع بعده أبرز من شغل التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي والفنان أيمن ماوي يعود إلى السودان مع منفى بعد منفى اختياري في أمريكا وأغانيها تلقى رواجا كبيرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة